وكنزا فعلاً حاجات تقولي أن الزمالك عنده مشاكل وأن الزمالك مش ملتزم بالتعقودات بتاعته. هل في حالاً في حد أبعث الكلام دا؟ المعلومة اللي عندي من إدارة نادي الزمالك أو اللي تقلي نصاً وانا بيقولك الكلمة حرفياً إتقلي إحنا تأسفنا في اللعب ده. تأسفنا؟ انا بقولك الكلمة اللي تقلتني نصاً من مجلس إدارة نادي الزمالك. تأسفنا في اللعب ده. القصة ايه ومين وايه وليه؟ البعض من خارج النادي بيقول إن صراع وكلها والبعض الآخر بيقول إن صراع إدارات فأنت ما عندكش حاجة تقدر تقول ما سكها في إيه دك أو دليل مادي تقدر تقول إن المشكلة حصلت من إيه ولكن يعني ما أعتقدش إنه هو يعني ده السبب الرئيسي وجهة نظر أنه ده من السبب الرئيسي اللاعب لو أنت حاسم مع اتفاقك وضامن وكل حاجة وتمام كنت أقدر تحل المشكلة ولكن وجهة نظر أنا إن الدخلة بتاعت التفاوض من الأساس كانت غلط ليه؟ الزمالك لما تفاوض وجاب اللاعب كان جايبه عن طريق وكيل مصري هو محمد حبشي اللي عمل المشكلة من الأساس هو ظهور اسم اللاعب في وسائل الإعلام وبالتالي وصل للوكالة بتاعته مفاوضاته مع الزمالك فقدروا إنهم يقنعوه بتغيير وجيته وهنجيب لك عروض من بره وبدأ الأمور يعني تتصعب شوية في انضمام اللاعب لنادي الزمالك فهي قصة إن أنت الدخلة من الأول كانت غلط أنت كوكيل مصري طالما اللاعب ليه وكالة يبقى التفاوضك مع الوكالة مش اللاعب وأنا هجيب اللاعب والتعامل كده فهي قد المشكلة من وجهة نظري هي مشكلة الدخلة نفسها من البداية يعني عظيم أنا بس أعيز أعقب يا كريم على الجزئية دي لأن الأول مرة الزمالك يكون موقف القانوني سليم الزمالك حالياً بيمتلك البطاعة الدولية لللاعب ومعلى أنت معاك البطاعة الدولية إذا ما تاخدش قرار أو أكشن أنك مش عايز اللعب بالعكس أنت كده بتفرد في حقك آه يعني السؤالنا سألته الهواري اللي هو أنت ليه معلق نفسك ما خلاص طول أنا مش عايزه خلاص بالعكس آه أنت لو عندك قدرة وإمكانيات أنك تأيده تأيده وتأيده وتحفظ حقك آه فهم معنى أن البطاعة الدولية جات لك يبقى إجراءات الانتقال اللي أنت عملتها على تيم اس سليمة برزبت 100% بس ما عليش يبدو أن أقاطع كلامك سيد على حسب معلومة اللي عندي أن الزمالك ما يقدرش أيده في سجلات اتحاد القرى لأنه هو مش موقع لأ مش قولت أيده رابول لو أقلت لك فرصة تعرفت أيده أيده كمان آه بس أنت على سيستم التيم اس البطاعة الدولية بحفظتك آه بس هيقاضي بوبنزا والنادي اللي هيروح له يعني لو بكرة الصبح لقينا بوبنزا ده مثلا راح رابط بخارست الروماني نادي زمالك هيقاضي اللعب وهيقاضي النادي هيلعب بطاعة مؤقتة وهياخد غرامة يعني مجرد الزمالك هياخد غرامة من اللعب ومن النادي اللي وقع له لأن النادي كان عارف الزمالك قدر الأزمة إزاي برده كريم عشان نشرحها ومش هطول في الجزئية دي الزمالك لما كان بيتحرك ملتزم الصمت خالص ولكن أعلن أو نشر أنه هو حصل على البطاقة الدولية لللاعب وبدأ يعني صمت تام لمجلس الإدارة عشان ما فيش أي تصريحاته دينهم ولكن أنا رسمي هو وده إعلان رسمي أن أنا خلاص خلصت الولد أي حاجة بقى بعد كده يبقى اللعب ده هربون من عندي وأنا مش مسؤول عنه ده حي فهي القصة يعني الزمالك هياخد غرامة هياخد غرامة لو اللعب مشي أو رابط بخارست وهيقاضي رابط بخارست كمان مش مجرد بس أنه هو قضي اللاعب لا أنت تقدر توقف اللاعب على فكرة الفكرة اللاعب هنا هيكون مضى ناديين هو الزمالك بالنسبة له مش مشكلة كريم كريم التيم اس مش قصة أنه فيه أوفر أو حاجة أو كذا أنت بتسجل على السيستم التيم اس بيانات اللاعب بيانات اللاعب دي ما اللي جابها لك اللاعب أو وكيله فأنت خدت البيانات وسجلت بيها بالإضافة إلى أنه مش مضى أوفر هو مضى إيه مضى شروط تعاقد زي فكرة الدرافت بتاعت العقد مضى شروط التعاقد شروط التعاقد دي اللي أنت ماضيها سواء على ورقة بيضة أو أي ورقة على تيم اس بيتم القبول بيها ولما النادي بيطلب لوطات دولية من الاتحاد التابع له لللاعب وبيطلب من النادي آخر نادي اللاعب فيه بيتم رؤية كل البلاد على السيستم وعلى أساسها بيتم إرسال البطاقة عمر البطاقة من نادي النادي إلا ما يكون الإجراءات سليم طالما البطاقة وصلت لك يبقى على تيم اس أنت كل إجراءاتك سليم اللاعب مجاش يبقى هنا اللاعب متهرب من تعاقد معه وبالتالي تقدر تشتكيه في الاتحاد الدولي وأي نادي يطلب بطاقته من نادي الزمالك الزمالك يقدر يرفض البطاقة ويقدم شكوى في الاتحاد الدولي